اهلا اعزائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة استعد للقاء الها وهذه الاية مأخوذة من النبي عاموس او سفر النبي عاموس من العهد القديم وعم بيتكلم برسالة ولابد ان هاي الرسالة تكون مهمة جدا لنا في هذه الايام خليني ابتدي بس بالقراءة من سفر عاموس الاصحاح الاول من الاية الاولى اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع تقوع هي جنوبي بيت لحم قريبة من بيت لحم في يهوذة التي رآها عن اسرائيل رغم انه من منطقة يهوذة ولكن شاف الرؤية على اسرائيل في ايام عزية الملك ملكي وفي ايام يارب عام بن يقاش ملك اسرائيل يعني في مملكتين وبيعطي التحديد والتوقيت مهم جدا قبل الزلزلة بسنتين وبعدين بيتكلم في دينونة الشعوب المجاورة لاسرائيل وبعدين بيتكلم دينونة على مملكة اسرائيل المملكة الشمالية وبعدين بيتكلم كمان عن المملكة الجنوبية عم بيحذر الممالك وبيستدعيهم ويشهدوا عليهم ان الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل في حياة البشر ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء ولكن رغم كل التحذيرات اسرائيل رفض انه يتوب ورفض انه يرجع للرب فبيتكلم عن دينونات متعددة اللي ادان فيها شعب اسرائيل المقصود المملكة الشمالية العشر اصباط وبعدين من بعد كل التحذيرات والانذارات ورغم كل الدربات وكأنه الرب يقول الان فاستعد للقاء الهك طالما انه عم بحذر وانذر وعمش عم تسمع الكلام استعد للقاء الهك فصياق الحديث وصيغة الحديث هي في صيغة الدينونة دينونة الله على شعب اسرائيل ولكن التطبيق الروحي تعودنا نستخدم هذه الاية في نفس التحذير في نفس الانذار في هذه الايام الشخص الذي لا يسمع لاوامر الرب ولا ينصاع الى كلمة الرب بل بالعكس يرفض ويسخر ويستهزئ بل بالعكس يرفض رفضا باتا طريقة خلاص الله للجنس البشرة رغم انه في تحذيرات كثيرة في الكتاب المقدس وانه فعلا في مئات النبوات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح ثانية ومع كل هذا وكل الادلة وكل البرهين ولكن الانسان ماخد في العناد ويحتقر كلمة الله ويرفض طريقة الله وكأنه الله يقول طيب انت مش عاوز يعني انك تسمع او تشوف طريقة الله طيب استعد للقاء الهك وهذا طبعا مخيف جدا الوقوع في يدي الله الحي وطبعا دينونة قاسية جدا على كل من يرفض طريقة الله فاستعد للقاء الهك وهي هي الرسالة اليوم اللي انا عاوز اوصلها الاشخاص الغير مستعدين للقاء المسيح بتأمل وبتمنى من كل قلبي ان اليوم يكون قرار حاسم وقاسم وفاصل في حياتك لانه ابديتك مهمة جدا فلا تقامر او تجازف بحياتك الابدية ولانه نفسك ثمينة وغالية عند الرب والرب بحبك لا يريد انك توقع في الدينونة الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون فابقوا معي حتى اتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا احبائنا مشاهدينا بتأمل من كل قلبي انه عنوان الحلقة لربما صادم للبعض ولكن كل الغرض انه مش التخويف كل الغرض انك فعلا تقبل الى يسوع المسيح تعرفوا الانسان لا يعرف مصيره وشو عم بصير في هذه الايام بتذكر في ايام الحرب في العراق وفي سوريا لما دخل داعش كانت المناطق نسبيا عايشة في امان وكل الامور ماشية تمام ولكن فجأة رأوا الضمار والخراب والظلام والقتل والعنف اللي استخدم طبعا في اسم الدين ولا اقول هذا لأهين اي مجتمع ولكن هذه حقيقة اجمع عليها الكل المسلمين قبل المسيحيين فالشيء الغريب انه خلال ايام اخذت كل هذه المناطق الشاسعة والناس كأنه متفاجأة هل حقا فعلا ممكن يحدث شيء مثل هذا الامر وبعدين اسمعنا منسمع في هذه الايام كتير عن الزلزال اللي حدث في تركيا واللي حدث في سوريا وبصراحة لما بتشوفوا المناظر مناظر الضمار ومش متأكد كم وصل العدد عدد القتلى بس باعتقاده مش اقل من سبعة واربعين الف الاغلبية طبعا في تركيا والبقية في سوريا وقلوبنا فعلا تدمى لهذا المناظر الفضيعة واللي حدث ومين كان يظن الناس ماشي وعايشي وكل الامور تمام زلزال لفترة يمكن دقيقة وإله طبعا الارتجاجات اللي بعد الزلزال ولكن تخيل هذا الزلزال شو عمل عشان افهم الصورة سمعت عن فيلم اللي هو حدث يعني احداث الفيلم في سان فرانسيسكو ويتكلم عن زلزال ضرب المنطقة باكملها ولما شفت كيف الزلزال ضرب وكيف البيوت والعمرات عم تسقط وكأنه يعني فتات او غبر لا قوة ولا اي شيء في هذه الابنية فعشان افهم المنظر ابتديت اتخيل ما حدث في تركيا وسوريا المنظر مريع مخيف رهيب جدا ما حصل وتخيلوا انه في دقائق معدودة حدث ما حدث كل الابنية عم تسقط وكأنه يعني تبترمي حاجات من من فوق الى اسفل ومين كان يزن مش هذا اللي انا عاوز اصله انه الله بحسب الكتاب المقدس بيستخدم امي يقيم امي على امي في كتير شعوب اندثرت وكل الشعوب الرافضة الله في دينوني اللي وقعت على هذه الشعوب ودايما الله بيرسل التحذيرات كان بيرسل الانبياء وبيتكلم مع الشعب ولكن عندما يستمروا في العناد ويستمروا في الرافض الله لابد ان يتمم الدينونة فاذا في الدينونة منشوف قداسة الرب الرهيبة ومن ناحية اخرى نرى دينونة الله العادلة انه كل شيء بيعمل بعدل وانه الله لا يفعل شيء الا ما يعلن سره لعبيده ولا يعمل شيء قبل الانذار والتحذير انه الناس تنتبه وانه الناس تحذر وفي رسالة بوتروس كان في السؤال اين موعد مجيء فطبعا الرب اعطى عن حدثين اللي ضخمين حدثوا اللي هو دمار سدوم سدوم عمورة والحدث الاول الطفان وفي هاي الحدثين الناس كمان كانت بايعتها مش مش فارقة معها مش عم تسمع ولا لأي تحذير ولا لأي انذار فالرسول بوتروس عم بيرد على القوم المستهزئين يعني جماعة اللي ابتدأوا يشكلوا لهو تجديد ما بيقامنوا في الدينوني ما بيقامنوا في جهنم ما بيقامنوا في حياة بعد الموت ما بيقامنوا انه يعني كل الامور تمام ومنذ رقد الابا وحتى يومنا حتى هذه الايام كل الامور ماشية تمام فبيتكلم عن الحدثين اللي ضربوا الارض ولكن بيتكلم عن حدث اعظم بيتكلم عن النووية ذر عن اللي رح تحرق الارض كلها ولكن عم بيعطي انه ليش الله مش عم بالدين في هذه الايام وبيعطي السبب الله لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة فالفكرة من وراء الموضوع انه الله اعطاك اليوم هو يوم جديد اعطاك اليوم فرصة جديدة وهي الفرصة حتى تطلب الرب وترجع للرب وشو رايك في البداية تقول له يا رب انا راجع انا تايب ارحمني انا الخاطئ واعلن توبتي امامك ادعوك ايها الرب يسوع ان تكون مخلص شخص على حياتي واتوجك رب وملك عندها يسكن الروح القدس قلبك وبالنسبة للمؤمن ما عندهش الخوف لانه بحياة او بموت الحياة يعني هي بكل بساطة او الموت خلينا اقول هي بتغم طرفة عين وبتكون يعني الى الابد الابدين بحياة ابدية مع الرب يسوع المسيح واللي رافض هذا في يوم الكتاب المقدس مزمع ان يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه الله بيتكلم عن الرب يسوع كابن الانسان الديان وكل الديانات بصراحة الشرقية انا بتكلم اليهود يؤمنون برجوع المسيح المسيحيين يؤمنون برجوع يسوع المسيح المسلمين سواء السنة او الشيعة يؤمنون بمجيء المسيح رغم بغض النظر التسميات المختلفة المهدي او الى اخر ولكن عندهم هذا الامان او الاعمال بتختلف من مسيح الى مسيح ولكن اكبر دليل ان المسيح رح يرجع ثانية انه لما سألوا التلميذ عن مجيء ثانية اتكلم عن احداث وهي الاحداث تمت بحذافيرها انه فعلا اورشليم رح تكون محاطة بجيوش ويتكلم ويتكلم عن رس الخراب عندما دخل طبعا من قبلها دخلوا اليونان في ايام انتيخوس ابيفنس لما لوث وافسد منطقة الهيكل بتقديم ذبيحة خنزير على مكان الهيكل على الذبيحة مما اثار ثورة وهيجان اليهود بثورة تسمى ثورة المكابيين واستطاعوا ان يطهروا الهيكل ولكن برضو الرومان في سنة ستة وستين حاصروا اورشاليم وكانت الجيوش محيطة وفعلا تلاميذ المسيح والمؤمنين سمعوا لتحذير الرب وهربوا الى مناطق اخرى للجبال الى منطقة البترة واماكن اخرى وفي سنة سبعين دخل تيتوس ودمر اورشاليم ودمر الهيكل ولم يبقى حجر على حجر كما تنبأ المسيح وعندما اعيد بناءها تم تدميرها مرة تانية في سنة 132 ميلادي في ثورة باركوخفا عندما جاء الامبراطور هيدريان هيدريانوس ودمر اورشاليم وغير معالمها وبنى بلد جديد وسماها إيليا كابيتولينا هذه نبوات تمت بالتحذيرها لأن الرب يسوع قال لا يمر هذا الجيل إلا ويتم كل المكتوب وتم فهذا يؤكد أن كلام يسوع أنه جاي مرة تانية والأنبياء سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد تنبأوا عن مجيء يسوع المسيح وبما أنه نبوات المسيح تمت لابد أن تتم أيضا في مجيء ثانية استعد للقاء إلهكم إخوتي وأخواتي خليني أبتدي أقول شيء مهم جدا بينما تختلف الطوائف المسيحية في تفسيرها للمجيء الثاني إلا أنهم جميعا جميع الطوايف المسيحية تؤمن وتعترف بل جزء من القانون الإيمان المسيحي بل اتفقوا على أن المسيح سيرجع ثانية ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره طبعا في أسباب كثيرة للرجوع وهذا من خصص له حلقة أخرى فإذن المسيح سيأتي ثانية كيف سيأتي يقول الكتاب المقدس وأذكرها باختصار شديد أنه سيأتي شخصيا نفس الرب يسوع اللي صعد إلى السماء هو نفس الشخص الذي سيأتي من السماء كما قال الملكان للتلميذ على جبل الزيتون رأيتموه منطلقا إلى السماء هكذا سيأتي أيضا كما رأيتموه شيء ثاني مجيء الرب يسوع سيأتي بدون توقع مين كان يتوقع حدوث هذا الزلزال هذا الزلزال لكن لكن في مجيء المسيح ثانية سيزلزل الأرض لأنه سيأتي بدون توقع وشيء ثالث مجيء المسيح سيكون فجائة مثل البرق يقول الكتاب المقدس اللي بيظهر هكذا مجيء المسيح ثانية شيء رابع مجيء المسيح ثانية سيأتي بمجد عظيم مش متل ما أجب بيت لحم ولد في مذود حقير وعاش ليس له أين يسند أو يسند رأسه ولكنه سيأتي بمجد عظيم بهتاف ببوق بأصوات ملائكة جمهور عظيم ملائكة يعني كان رح يرجع بمجد عظيم جدا فإذا الكل يتطفق على هذا والكتاب إذا قرأنا العهد القديم فيه نبوات كثيرة مثل دانيال مثل حسقيال ونبوات كثيرة في زكريا كلها بتتنبأ عن مجيء المسيح ثانية والعهد الجديد بتشوف أصحاحات كاملة متى 24 لوقا 21 يعني متى 24 و25 لوقا 21 مرقص 13 يحنى بتشوف هنا وهنا أنه يعني ذاهب ليعد مكان ومتى أعد المكان سيأتي ويأخذنا حيث يكون هو نكون أيضا معهم في سفر الأعمال في الرسائل في التسالونيكي في بطرس في رسالة يحنى في رسالة يهود في سفر رؤية يعني سفر كامل سفر الأخرويات اسكتولوجي كله بيتكلم عن مجيء المسيح ثانية يقول الكتاب المقدس لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح العاشر والآية 37 في بطرس الثاني إصحاح ثلاثة آية 12 مكتوب منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب في رسالة يحنى مكتوب أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة في رؤية واحد آية سبعة هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين أيضا في صفر رؤية مكتوب وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله ثم قال يسوع أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر ومن يستطيع أن يقول هذه الكلمات سوى الله نفسه سوى الله نفسه ونحن نقول ككنيسة آمين تعال أيها الرب يسوع ثم يقول يعني الكلمات يسوع يسوع اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أنا بدعوك اليوم فعلا تقول له أمين تعال تعال أيها الرب يسوع تعال املك على قلبي املك على حياتي أريد ناء الحياة اللي قدمته والحياة الأبدية اللي أعطيتها سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استعد للقاء إلهك وعاوز في هذه الفقرة أتكلم في بعض التشجيعات للمؤمنين أننا مدعوون لننتظر بشوق وبتلهف مجيء الرب يسوع المسيح فأنا عاوز أتكلم عن بعض التشجيعات لمجيء المسيح طبعا بشكل عملي طب أنا كمؤمن شو أعمل طالما أنا بنتظر الرب يسوع المسيح أو مجيء ثانية في الكنيسة الأولى كانوا بينتظروا في التسالونيكي ظنوا أنه الرب يسوع يعني جلسوا في الكنيس وما كانوا بيعملوا أي شغل أو أي عمل فطبعا الرسول بولص وبخهم قال لهم يعني إذا أنت ما اشتغلتش كيف بدك توكل فإذا أنا بنتظر ولكن منشغل بمجيء الرب يسوع المسيح فرح أتكلم عن سبع تشجيعات بسريع أولا أحبائي الكتاب المقدس بطالبنا في حياة الصهر الصهر هنا مش المقصود فيها أنه أنا بصهر لمنتصف الليل هذا النوع من الصهر لا هنا كلمة قوية جدا تتكلم من ناحية روحية عملية اللي أنا رح أتكلم عنها في هذه اللحظة يقول الكتاب اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان بشار تمثل إصحاح 24 آية 42 و44 فإذن هنا يتكلم عن الصهر اللي هو حياة الاستعداد أكون مستعد في كل الوقت في تسالونيك الأولى إصحاح خمسة بيبتدي أما الأزمن والأوقات فلا حاجة لي أن أتكلم لأنكم تعلمون يوم الرب ولكن يتكلم في أول ست أعداد يقول في العدد الأخير فلا ننم إذن كالباقين بل نصهر ونصحه فإذن نصهر ونصحه استعداد كونوا مستعدين لأنه في ساعة مش متوقعها أنت رح ييجي ابن الإنسان إيش يعني حياة الصهر حياة الصهر هو أن نكون متنبهين أن نكون حذرين أن نكون مستعدين أن نكون منشغلين في حق للرب يعني مثل الجندي اللي في الحرب في المعركة ولكن حتى لو نام ما زال الحذاء والخوضة والسيف والترس كله جنبوا على استعداد متأهب لكل عمل مستعد بس هنا بيتكلم عن الصهر مش بس أنت مستعد تتكلم عن حياة الانشغال أنت منشغل في عمل الرب أنت اليوم شو عملت من أجل الرب شو حققت من أجل الرب الصهر بتتكلم عن حياة اليقظة أنا صاحي متزن متعقل عندي النصح يعني الاتزان والإرشاد طبعا بحسب مشيئة الله ليس المقصود اللا مبالاة وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام الذي يهتم باليوم يهتم بما للرب فإذا كل يوم هو عطي من عند الرب فأنا في هذا اليوم أعيش حياة الصهر حياة الاستعداد حياة اليقظة حياة الانشغال أنا منشغل في في الرب وفي مجيء الرب ثانية مشان هيك بيمتلئ قلبي فيضان من المحبة امتلاء من الروح القدس بيمتلئ بالإيمان حتى أكلم أي شخص وأقول له الرب جاي الرب جاي الرب جاي انت به لأنه مثل الزلزال لو أجرب مثل البرق الآن أين سيكون مصيرك هل أنت مستعد ما هو مصيرك هل الحياة الأبدية إذا أنت مش متأكد اليوم قل له يا رب أنا بطلبك من كل قلبي شيء تاني تشجيع تاني بشجع المؤمنين أن نعيش جنسيتنا السماوية جنسيتنا السماوية اسمع يعني على الأرض لأنه لازم نتذكر عدة أمور أنه إحنا أصبحنا خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت إحنا صار مركزنا في المسيح طب إيه هو مركزنا صرنا أبناء للرب التبني وبنات للرب صرنا في عائلة الرب في جسد الرب فتذكر مركزك يا مؤمن أنك أنت ابن أنت بنت للرب فما تهين اسم الرب فإحنا يعني مش بس منصهر ولكن منعيش جنسيتنا السماوية على الأرض بعدين أنت سفير السفير هو اللي بمثل بلده في دولي أخرى فإحنا منمثل السماء على هذه الأرض تذكر شيء مهم الأرض مؤقتة تذكر أنه إلك بيت في السماء وإلك وطن سماوي نعم هذا لا ينفي أنه عندنا أوطان ومنحب أوطاننا ومنحب شعوبنا ومنحب طبعا ومنصلي من أجل الحكماء ومن أجل الرؤساء ومن أجل كل من هو في منصب وفي مرتبة ولكن تذكر أنه الله اللي بحط هؤلاء الأشخاص في الحكم حتى لو كانوا غير مرضيين ولكن الله يتمم مشيئته مشان هيك أي شخص مسؤول في أي وظيفة حكومية في أي مرتبة إذا أنت بتسمع الله وضعك في هذا المنصب لأنه ينصب ملوكا ويعزل ملوكا الله يعني هو حتم بالأوقات المعينة في توقيت لكل شيء بعدين نتذكر شيء تاني يعني إن رأيت ظلم الفقير ونزعى الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما إذا في حكومات عم بتمارس سياسة القمع وتحديد حرية الإنسان وعم بيتحرك إنه كل اللي بيعملوه من أجل نفخ شخصياتهم في يوم في يوم أنت رح تواجه الرب فهي دعوة للملوك ودعوة لكل من هم في منصب ودعوة لكل المسؤولين على الأعمال حتى لا يكون قمع ولا يكون في عدم العدالة الاجتماعية ويكون في رفق وحنية ومحبة وإنك تعطي العدالة لكل الناس والناس يتمارس حريتها مش بالقمع الشخص اللي بيستخدم القمع سواء سياسيا أو دينيا فإذن سياسته بتكون هشة وإن كان دينيا فهو يدافع عن دين هش لأنه لا يستطيع أن يستخدم المنطق ولا يستخدم الكلام فيلتج إلى القمع والاستغلال والظلم ولربما كل الأمور حتى يحافظ أو يحمي دينته فأنا بصلي اللي بشاهدون أنه يتحرروا من هذا الشيء فإذن نعيش جنسيتنا السماوية على الأرض اسمع ما يقول الكتاب فإن سيرتنا سيرتنا يعني مواطنتنا جنسيتنا ستزنشيب فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده يعني الله رح يغير هاي الأجساد عندما جئ ثانية فأجساد لا تتحلل ولا تفسد ولا تمرد ولا تحزن أجساد ممجدة أجساد نورانية أجساد بقول كتاب على صورة جسد مجده نشابه ربنا يسوع المسيح في كل شيء شيء تالت التشجيع التالت اللي عاوز أتكلم عنه حضور الاجتماعات وأريد أن أركز على هذه النقطة خليني أقرأ وملاحظين أنه كل يعني الصهر كله بيتعلق بموضوع المجيء التاني الجنسية السماوية بيتعلق في مجيء المسيح تانية اللي رح يغير أجساد حتى تكون على شكل جسد أو صورة جسد مجده حضور الاجتماعات في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح عشرة من آية 24 و 25 ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على الأعمال على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا لاحظ غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل بالأكثر بل بالأكثر بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب اليوم عم بيقرب أحبائي لكن اليوم في كتير ناس عم تترك الكنايس تحضر الاجتماعات في ناس أعذارها أنه تم أنا بشوف الحلقة على الفيسبوك أو على التيفي أو على السوشال ميديا لا أنت مفروض أنك تروح على الاجتماع أنت جزء من جسد المسيح اللي هي الكنيسة في الكنيسة عبادة والعبادة بيتخلى لها عدة أمور تسبيح ترنيم سماع كلمة الرب يعني اشتراك وفي بناء يعني بناء من خلال كلمة الله وفي تشجيع وفي تعزية عزوا بعضكم بعضا وفي شركة شركة أخوية وفي تسديد احتياجات يعني في بركة من خلال حضور الاجتماعات لكن اليوم أحبائي كتير ناس يعني بتحاول تحتاج بالدوزر أنك تحركوا حتى يروح على الكنيسة وعدم حضور الاجتماعات بغض النظر أنك بتحضر عن طريق الميديا يمكن في ناس ما بتقدر يمكن كبار بالعمر أو عندهم مشكلة صحية أنا مش بعمم الأمر وفي مرات ظرف العمل أنك بتعمل في ساعات ساكن في دول اللي في هذا التوقيت عندك عمل ولكن اعمل كل ما في وسعك أنك تكون مشترك في هذه الاجتماعات واحدة من علامات الفتور الروحي هو عدم حضور الاجتماعات يصبح الإنسان لا مبالي وبعد اللامبالاء خلاص يعني ابتدى يتقصى شوي شوي عنده معرفة عقلية ولكن ما عندهش الاختبار القلبي العميق اللي عم بعيشه مع الرب يسوع المسيح وهذا مهم جدا خليني أتكلم عن التشجيع الرابع إذا أنت بتنتظر مجيء المسيح ثانية الله بطالبنا جميعا حياة القداسة ليتجنب الإثم كل ما يسمي اسم المسيح إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب فإذن حالة القداسة وعلى فكرة كلنا نفشل في هذا الموضوع إما فكريا قلبيا عقليا ذهنيا إما بالعمل أو بالكلام القداسة هي بكل بساطة التشبه بالرب يسوع المسيح القداسة هي الاتحاد في شخص المسيح القداسة هي الالتصاق بيسوع المسيح فتصبح جزءا من يسوع المسيح فتكون مشابه سورة يسوع المسيح هذه القداسة ولكن برضو القداسة بتتكلم عن الانفصال عن العالم المقصود قيم ومبادئ العالم الفاسد الشرير فلسفة العالم اللي هو ضد يسوع المسيح من شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة اللي بيسميها الرسول يعقوب أيها الزناوة الزواني أما تعلمون أن محبة العالم هي عداوة ليه إلا فهي الانفصال الكامل عن كل ما هو شر كل ما هو خطية وهو الاستئصال كل الجزور الخطية من الماضي تعمل عملية قطع عن الماضي القداسة هنا أحباء مش معناته أنك أنت صرت قدوس كامل مع أنه الكتاب بيكلم بكل صراحة كونوا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين كما أني لأني أنا قدوس والرب يسوع يتكلم في العزة على الجبل قال كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل وقال أيضا الحق الحق أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السماوات هذولا كانوا يحاولوا يحافظوا على النموس بحذفيره بالكامل يعني بكل معنى الكلمة ولكن هنا يتكلم عن طهارة داخلية وخارجية عن قداس أحبائه اسمع ما يقول الكتاب المقدس أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس الذي لاحظ الكلام الذي أنتم هو كورنتس الأول أصحاح الثالث آية 16 وآية 17 مكتوب في كورنتس 2 7 1 أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح الجسد والروح مكملين القداس في خوف الله مكتوب أيضا والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم لكي يثبت أو تثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء لاحظ في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه بكمل بقول نسألكم أن تسلك وتردو الله لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنة لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة رب يحررنا في هذا العصر من النجاسة ومن التعاسة ومن الشراسة هذه الأمور اللي عم بتسير في هذه الأيام إخوتي وأخواتي فالرب يحررنا ويملأنا في القداسة قداسة الروح ثم حبائي يقول أو يكتب الرسول بطرس محذرا ماذا يحدث في آخر الأيام بقول يجب أن تكون أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب بطرس الثاني إصحاح ثلاثة في روميا تلتعش الآية 11 ممكن تشفتوه على الشاشة هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل إلبس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد من أجل الشهوات تعرفوا وعد المسيح للكنيسة أحبائي شو بقول هذا الوعد لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب يعني بكلم في أفسوس إصحاح خمسة إصحاح خمسة والآية سبع عشر يعني بكلمات أخرى عم بكلمنا أنه الكنيسة من بر ومن جو تكون كاملة ولا أي دنس بل يحضرها كنيسة مجيدة ممجدة منتصرة ظافرة مقدسة في رسالة بولوس إلى تيتوس مكتوب لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب فدعوي للمؤمنين للكنيسة أن تتقدس من جو ومن برا وشهدتها تكون نور لامع ساطع في هذا المجتمع حبائي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا حديث الحلقة استعد للقاء إلهت قبل ما أكمل في التشجيعات اللي ابتدت فيها خلينا أخد بعد إذنكم مكالمة من الأخ أحمد من مصر أعتقد هو على الخط الأول أهلا وسهلا أخ أحمد أنت معانا على الهواء أهلا وسهلا أخو أهلا وسهلا أخو أخو ربي باركك دايما ويبارك البرنامج ويبارك كل الناس اللي بتسمعنا يا رب شكرا الحقيقة استعد للقاء إلهك يعني عنوان رائع ولو عندي فكرة عندي لأنه أنا بفتكر نفسي زمان أنا طبعا من خلفية إسلامية وأحجيت وأعملت أفتر من عمرة والحقيقة دايما كنت بحاول أكون مستعد إن أنا قابل ربنا لكن دايما كان عندي شكوك حتى وأنا متوضي دايما عندي شكوك إن وضوء يتناهض ودي أبسط حاجة عندي شكوك لما موت هروح فين عمري معرفت لما موت هروح فين الله أعلم أتمنى وعندي أمني أن يرحمني لكن الحقيقة كان الوعد الوحيد اللي كنت واخده إنه ما منكم إلا واردها كان ذلك على ربك حتما مقضية هو دا الوعد الوحيد اللي أنا كنت واخده خدت فترة طويلة في القراءات عن الإسلام بسبب البرامج اللي كانت السبب الرئيسي فيها طبعا أخي صديقه وبعدين قناة الحياة بعد كذا الحقيقة خدت فترة من الإلحاد وكانت فترة مش طويلة بس أثر من سنة يعني وما كانش عندي استعداد إن أنا أدي ثقة لأنني كنت فقدت الثقة في كل دين وما كانش عندي استعداد لدي ثقة لأي دين تاني مهما كان لدي لكن لما أريت الكتاب المقدس بدأت أعرف شخص الرب يسوع اكتشفت أنه مش دين دا 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 يعني 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 بتتحول من من إنسان عادي إلى ابن لله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله ودي كانت نقطة التحول الرهيبة يعني 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 المسيحية مهج دين ولا تقارن مع أي دين لأنها ليست دين المسيحية هي خليقة جديدة مخلوقين في المسيح يسوع وكمان في اكتب تاني بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة يعني معناته إن خلق جديد زي ما الله خلق جسم الإنسان من تراب وخلق الحيوان من تراب خلق المسيح من الإنسان وجعلنا ملوكا وكهنا لله هنا بقى كان في تحول رهيب جدا جدا أخوها الغالي نظار تحول دا كان عبارة عن أن أنا الوقتي بكلمك دلوقتي وأنا واثق أنا عايش في السماء وأنا موجود في الأرض من الاتنين في نفس الوقت أنا عايش في السماء وأنا معك على الأرض دلوقتي عندي اليقين الكامل لإني عايش لإني إيه اللي يثبتلي إن أنا عايش إن أنا حي إن أنا موجود زي ما أنا ما أتكلم مع حضرتك أنا موجود في السماء وأنا موجود في الأرض كنت بمسك نفسي عن الخطايا والمعاصي والشرور وكنت بجي في وقت أنهار وأنا مسلم للوقت أنا ممسك نفسي أنا بكرى الخطايا أنا طبيعة بتاعة اتغيرت أنا بقيت إنسان تاني ومن هنا فأنا بتمنى كل يوم إن الرب يسوع ييجي أنا بتمنى بصلي وبتعي من قلب لإني عندي أمل كمان إن أنا يعني رب يخذني بالجسد ده يتغير الجسد ده ما موتش يعني كل نفس الزيقة الموت لا ده مش حقيقي ممكن في ناس كتيرة مش هتموت خالص لو رب يسوع جات في اللحظة اللي يجي في رب يسوع وأنا عندي الأمل ده ومستنيه إن رب يسوع يجي في الوقت اللي هو معينه وياخدني بالجسد أنا مستني يا رب يسوع إن يجي وياخدني بحقيقة مستعد للقاء إلهي وبتمنى كل يوم وبصلي بقول يا رب أرى بالوقت تعالى أرجوك أرجوك يا رب أرى بالوقت تعالى أشكرك أخي نظار أنا مش عايز أطول على البرنامج حبيبي شكرا كتير يا أخ أحمد ويمتح كل كلمة من كلامك بالروح القدس في إسم شكرا كتير على تشجيع رب يبارك ويفتح قلوب الجميع ويلمس بنوره بإسم يا سوا أمين شكرا كتير يا أخ أحمد على كلماتك المشجعة خلينا أحكي كمان تشجيع اللي هو رقم خمسة الشهادة يعني ولسيما قبل مجيء المسيح يمكن أنا استشهد أنه سأل التلاميذ يسوع في عمل وحد ست يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل أجاب وقال ليس لكم أن تعرف الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في أورشلين وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وبعدها من جبل الزيتون ابتدى يصعد أمام أعين التلاميذ جاءوا ملكين وسألوا وقالوا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين إن هذا الذي انطلق إلى السماء كم رأيتموه انطلقا إلى السماء رح يرجع بنفس الطريقة بين صعود المسيح ومجيء المسيح في خدمة اسمها الشهادة والشهادة إنه إحنا بنشهد إنه يسوع هو المخلص الوحيد يسوع ابن الله يسوع هو الطريق الوحيد يسوع هو الوحيد الذي وعد بالحياة الأبدية يسوع هو الذي يستطيع أن يخلص الناس من الخطيئة والشهادة هي بشكل عام بسفر أعمال رسل هي عن قيامة يسوع إنه يسوع حي فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك مرة تاني بقول ونحن شهود له في أعمال تمانية شهداء وبشرا ولما الرسول بولوس وقف أمام الملك أغرباء ستاني في أعمال ستة عشرين قال فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير طبعا الآية المشهورة إنه الشهادة هي مش بس إنك بتشهد عما فعله يسوع هو اختبار زي موحد شهد يعني شاف أو صمع فهون اختبار حقيقي ولكن هذا الاختبار كمان إلي قوة بدمر مملكة الظلمة رؤية 12 آي 11 وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت في سفر أعمال رسول 10 مكتوب وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا فإذن اشهد عن يسوع وما فعل يسوع في حياتك في الشهادة أنت بتدمر مملكة الشيطان ثم أحبائي مع الشهادة دائما تيجي كلمة الكرازي تموثاوس التاني صح أربعة بولوس كان في الزنزان عم بيكتب لتموثاوس إذن أنا أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته اكرز بالكلمة اكرز بالكلمة شيء أخير تشجيع أخير يمكن مش الكل بيكرز أو بيعلن كلمة الله ولكن الكل ممكن يشهد شو الرب عمل في حياتك لكن الكل ممكن يصلي الصلاة إن منهاية كل شيء قد اقتربت خلاص قرى بيجي يسوع فتعقلوا وصحوا للصلاوات بطرس الأولى أربعة آية سبعة وطبعا في لوقة إصحاح واحد وعشرين إصحروا إذن وتضرعوا في كل حين ثم أحباء وإحنا منصلي يقول كتاب لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام والتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح تسالونيكي الأولى خمسة ثلاثة وعشرين أنا عاوز أختم للمؤمنين اللي بيعلنوا هذا التصريح والإيمان مع روح الله القدوس هروح فيها كلا سورعا بتكلم بالعبرة الروح والعروس يقولان تعال تعال إلى الرب يسوع من يريد فليأخذ ماء الحياة مجانا فإذا كمؤمنين إحنا محتاجين نتشجع على الصهر وإنه نعيش جنسيتنا السماوية على الأرض وإنه نحضر الاجتماعات وإنه نشهد عن الرب يسوع ونكرز بكلمة الرب وإنه نصلي ونطلب وجه الرب وإنه نعز أحدنا الآخر لأنه الرب جاي عن قريب فسؤالي في النهاية طيب إذا أنت مؤمن هل أنت فعلا عم تشهد عم تكرز عم تصهر حزر تنتظر مجيء الرب عم عايش بتتشبه في جنسيتك السماوية على الأرض محتاج ترجع واتتوب للرب قولوا يا رب أنا فعلا كنت لا مبالي وقصرت في حياتي لكن انهضني املأني بالروح القدس حتى أشهد عنك بكل جرأة وبكل جهارة في الختام عاوز أقول لأحبائي كل من يسمع هذه الرسالة مكتوب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن هو ذا الآن هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص لا تؤجل خلاصك شفنا الزلزال أجا وحصد أرواحي كتير ومنشوف كوارث من نار ومن أوبئة الكورونا حصدت سبعة مليون شخص لا أحد يعلم الساعة ولكن أحبائي أنا بدعوك إنك تعلن اليوم توبة حقيقية ورجوع إلى الله لو سألتك هل فعلا أنت لو الرب يسوع رجع في هاي اللحظة أنت مستعد هل أنت متأكد إنه عندك حياة أبدية هل اسمك مكتوب في سفر الحياة في هاي اللحظات أنا بدعوك إنك تصلي قل له يا رب يسوع صليها ما تخاف اعلنها يا رب يسوع سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم صليها قل له يا رب يسوع أنا بدعوك حتى تكون مخلصي وربي أملك على حياتي املأني بالروح القدس ساعدني أعيش من أجلك بقية عمري وأشهد عن نعمتك مكتوب أحبائي يعني كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسير أولاد الله أي المؤمنون باسمه وعد المسيح من يقبل إلي فلا أخرجه خارجا الرب وعد وعد وعده تأكيد ما بيخليك تشك ولا غير متأكد أو غير متيقن هو قال الذي يؤمن به له حياة أبدية وإذا اليوم أنت أعلنت توبتك وإيمانك بيسوع من فضلك رسلنا وتواصل معنا بحب أسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة